وحا بتوقيت القاهرة والبداية أن يجري كل من رئيس عبدالفتح سيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل مباحثات اليوم مع رئيس وزراء المجر فيكتور اوروبان الذي يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام على رأس وفد يضم خمسة وزراء والعشرات من رجال الأعمال لتوقيع خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية وعقود تجارية لتشركة مصر لطيران رحلة كانت مقررة مساء أمس إلى بنكوك حيث طلقت بلاغا بوجود تهديد أمني ما أخر الرحلة ثلاثة ساعات بسبب إعادة الإجراءات الأمنية لتضطر الشركة في النهاية إلى إلغائها لوجود تشغيل للطائرة على خطوط أخرى موسيقى موسيقى في خبر عاجل عن وزيرة التعاون الدولي تلقينا خمسمائة مليون دولار من منحة سعودية بقيمة اثنين ونصف المليون دولار معود إلى استكمال الموجز حيث أنه دعما لشركة مصر لطيران سافرت بعثة منتخب كرة القدم على متن أحدى طائرات الشركة إلى دار السلام لمواجهة منتخب تنزانيا السبت المقبل في الجولة الختمية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية إلى مجلس النواب حيث تعقد لجنة العلاقات الخارجية اليوم سلسلة اجتماعات لمناقشة موازنتي وزارتي الخارجية والهجرة إضافة إلى عقد لقاء مع وفد برلماني من لجنة العلاقات الخارجية السويدية للمرة الثالثة في تاريخ مصر يبدأ اليوم تحويل مجرى نهر النيل في مشروع قناة الأسيط الجديدة ثم إعادته لطبيعته الأولى لغمر موقع القناة الرب المية وتشمل هذه القناة الهويسين ملاحيين وثماني بوابات ومحطة لتوليد الكهرباء بأربع توربينات إضافة إلى كبري علوي يربط ضفتين نيل فوق جسم القناة تفتح مصر معبر رفح اليوم وغدا وكذلك يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري لعبور العالقين والحالات الإنسانية لقطاع غزة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان تسلم فرنسا مصر غدا إحدى سفينتين مصر الحربيتين وتحمل اسم جمال عبد الناصر بحضور وزير الدفاع صدق صبحي ونظيره الفرنسي جانيف لودريان على أن تتسلم مصر السفينة الثانية وتحمل اسم نار السادات في سبتمبر المقبل في الشان السورية فد مسؤولون أمريكيون بأن آلاف المقاتلين بينهم أكراد شاركون في هجوم لاستعادة مدينة منبج في محافظة حلب سوريا بتعاون مع مستشارين عسكريين أمريكيين مضيفين أن العملية ربما تستغرق أسابيع وضمن المأساة السورية تمكن رجال إنقاذ من انتشال طفلا سوريا من تحت إنقاذ بناية في منطقة خاضعة لقوات المعارضة بمدينة إدلب دمرتها غارة جوية روسية بحسب نشطاء سوريين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون يصابة عسكريين أمريكيين في سوريا والعراق مضيفة أنهما لم يكنا في الخطوط الأمامية للقتال لكنهما جرحا بنيران غير مباشرة قالت المرشاحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون إن حملتها تتواصل مع حملة منافسها بيرني ساندرز لتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي للحيلولة دون فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الثامن من نوفمبر المقبل أدين الممثل مايكل جيس بطل مسلسل ذا الشيلد بالقتل من الدرجة الثانية في حدث مقتل زوجته برصاص عام 2014 حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تطراوح بين 40 عاما ومدى الحياة حين يصدر الحكم في العاشر من الشهر الجاري رياضيا يواصل منتخب ألمانيا لكرة القدم بطل العالم تدريباته في معسكره على ضفاف بحيرة مجيرو في سويسرا استعدادا لخوض نهائية كأس الأمم الأوروبية يولو 2016 التي تنطلق في فرنسا في العاشر من الشهر الجاري وعن أحوال الطقس حيث يتوقع خبر وهيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ومعتاد ليلا وتبلغ درجة الحرارة السغرى في القاهرة 25 والعظمى 41 مشاهدين الكرام انتهى الموجز الإخباري فاصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا شكرا للمشاهدة